كان مجرد حلم ذات يوم حلم تحقق وبات حقيقة طبيبة مغتربة من أهالي بابل تبرعت لبناء مدرسة في مدينتها مدرسة كلفت مليون وسبعمائة ألف دولار تبرعت بها للوزارة دون مقابل لتصبح أول مدرسة حكومية في الحلة بهذا المستوى الدكتورة مديحة البرماني هي من أهالي الحلة منطقة الصوب الصغير وحاليا هي مغتربة في النرويج وهي من عائلة معروفة ومشهورة في الحلة من حملة الشهادات قدمت لنا طلب تبرع لبناء مدرسة وتواصلت معنا وبنتلنا هذه البناية بديكور وتصميم لطيف وجميل وكانت كلفة هذه البناية بحدود المليار أونس دينار المدرسة تحتضن أكثر من ألف طالبة بأربعة عشر صفا وأربعة مختبرات ومكتبة ومرسم بنيت بمواصفات حديثة مواصفات تعتمد على السبورات الألكترونية في تعليمها تطورها كواديرها جعلت معدلات النجاح فيها مرتفعة وغالبا ما تحقق المراكز الأولى لسنتين متتاليتين إحنا الأولى على العراق من عدادية الدكتورة مديحة فضلا عن الثانية والثالثة يعني العشرة الأوائل من عدادية الدكتورة مديحة بدءا من سنة تأسيسها ولحد الآن المدرسة كلش حلوة واللي بيها شغلات كلهم تطورة مختبراتها حلوة وجيدة مهتمين بينا من خلال النظافة ومتابعينها الكتروني وحضوري والكادر التدريسي كلها حلوة وزيلا الدكتورة المغتربة اقترحت أن تسمي المدرسة حامرابي تيمنا بالملك البابلي لكن وزارة التربية أقنعتها أن تحمل المدرسة اسمها ليكون إعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات تبرعت بمدخراتها في الغربة لبناء مدرسة لفتيات مدينتها خطوة لطبيبة من أهالي بابل أضحت صرحا علميا حقق بمواصفاته المراكز الأولى على العراق من محافظة بابل بدر الركابي التغيير